مساء الخير شباب، جتنا أسئلة كتير عن طريقة برمجة راوتر TBLINK رقم الموديل TDW8961N وطبعاً هذا الراوتر يا شباب، عملنا عنه فيديو سابق من ما يقارب الست سنوات ولكن الراوتر اتطور بالشكل وبالسوفتوير الداخلي تابعه والسوفتوير الخاص بهذا الراوتر الVER 5.0 لذلك هلأ رح نقوم بفتح الصندوق ونه تعرف على المحتويات سوى مثل ما اننا شايفين أصدقائي TBLINK 300 ميجا بايت الواي فاي الخاص فيه يعني بينقل بيانات بسرعة 300 ميجا وليس بيغطي مساحة 300 متر مثل ما بيقولوا بيدعم أحدث تقنية من تقنيات ADSL اللي هي ADSL 2 Plus ما في أي شيء يذكر على الكارتوني لعمي إلك انه هو ADSL مودم 300 ميجا كذلك الأمر سهولة التثبيت للإعدادات وبالنسبة لأطراف الراوتر ما في أي شيء يذكر إضافي كذلك الأمر غير نعادل لك شو هي محتويات الصندوق وفقط لاغير كذلك الأمر بعض التعليمات اللي منهم الرقم الموديل ورقم موديل الصوفت وير بالبداية من لاحظ وجود كتيب تعليمات بيدعم اللغة العربية وفيه طريقة التوصيل في عندي الفلتر بهذا المكان طبعا هذا الفلتر يا شباب هو مخصص لإزالة التشويش من على خط الهاتف المدخل الرئيسي بيدخل عليه خط التليفون الرئيسي اللي جاي للمنزل وعندي هذا المخرج بيروح لعند الراوتر والمخرج اللي عليه رسمة السماع بيروح لجميع خطوط الهاتف بالمنزل ما بصير أخذ أي خط هاتفي من قبل الفلتر عندي هون الفرنس أو الأدابتر الخاص بالكهرباء بهذا الراوتر القدرة الخاصة بهذا الادابتر هي 9 فولت 500 ميلي أمبير وأكيد في عندي الراوتر بس قبل ما أشوف الراوتر في عندي بعض كتيبات التعليمات البسيطة كذلك الأمر فيها طريقة التوصيل ومن الأشياء الموجودة ضمن الصندوق عندي خطين أو كابلين للهاتف مثل ما أنا شايفين وعندي كابل للشبكة لبرمجة الراوتر عن طريق الكمبيوتر وهلأ مننتقل جهاز الراوتر اللي بين إيدينا منلاحظ أنه في عنا جيلتين من الضروري جدا إزالته لتهوية الراوتر ومثل ما هو الحال بجميع راوترات تيبيلينك عندي ثقوب من الأعلى للتهوية كذلك الأمر اختصروا عندي بعض الأدواء الأضواء بمقدمات الراوتر منلاحظ أنه الضوء الأول هو الضوء الخاص بالتشغيل البوار الضوء اللي بعضل منه الخاص بالبوابة في حال تركيبة بالمقسم لازم يشعل هذا الضوء حتى لو ما كان في عندي إعدادات على الراوتر أما الضوء اللي بعضل منه هو ضوء الانترنت في حال برمجة الراوتر وتفعلت الميزة من قبل مقسم الهاتف أو مزود خدمة الانترنت لازم يشتغل الضوء الخاص بالانترنت بعضل منه عندي ضوء الواي فاي أو ضوء الوايرليس وأخيرا ضوء واحد لجميع منافذ الشبكة اللي عندي إياه هون هون طبعا الموديلات القديمة من راوترات تيبي لينك كان في عندي أربع أضواء خاصة بكابلات الشبكة أما من خلف الراوتر ما عندي أي شيء يذكر إلا طريقة الدخول للبرمجة مثل ما اننا شايفين إضافة للفولتية الخاصة بالراوتر وكذلك الأمر رقم الموديل أو رقم الإصدار الخاص بالسوفتوير بهذا الراوتر أما من خلف الراوتر عندي المكان الخاص بتغذية الراوتر بالكهرباء عندي الزر الخاص بتشغيل الراوتر عندي مكان لوضع دبوس لتصفير الراوتر طبعا أكيد عن طريق دبوس بهذا المكان بنضغط في زر بالداخل لمدة عشر ثواني بيعمل إعادة ضبط مصنع وتصفير لجميع إعدادات الراوتر أما الزر اللي بالأعلى بهذا المكان هو لتشغيل ميزة الو بي اس وإيقافة ومثل ما عنا ملاحظين عندي أربع منافذ للشبكة بهذا المكان وطبعا أكيد منافذ الشبكة هي بتجي بسرعة عشراء مية وأخيرا عندي المنفذ الخاص بالخط الهاتفي الـ ADSL وهيك يا شباب تعرفنا بشكل سريع على شكل الراوتر والمنافذ والمداخل والمخارج الخاصة فيه وهلأ مننتقل لجهاز الكمبيوتر لنتعرف على طريقية البرمجة وهلأ يا شباب بعدما انتقلنا لجهاز الكمبيوتر ووصلنا الراوتر على الكمبيوتر عن طريق كابل الشبكة بدخل لأي مستعرض انترنت عندي لعلى التعيين بشريط العنوان بالمتصفح بالأعلى بدخل العنوان التالي 192.168.1.1 طبعا هذا هو العنوان للدخول لبرمجة أي راوتر تيبي لينك وبضغط انتر بيعطيني هاي الواجهة اللي عن طريقها بدي أوضع كلمة مرور جديدة للدخول للبرمجة سابقا راوترات تيبي لينك بتجي بالأساس ديفولت الكلمة آدمين اليوزر نيم والباسورد بتكون آدمين بالراوترات الجديدة أو بالبرجن الجديد من السوفتويرات لازم انت توضع كلمة المرور بإيدك وطبعا اكيد انا بفضل انه حط كلمة المرور هي آدمين نفس اسم المستخدم لانه اغلب الراوترات بتكون بهذا الشكل بضغط على التالي بهذا المكان عم يقول لك اختار المنطقة الزمنية اكيد رح تختار المنطقة الزمنية الخاصة ببلدك وبتضغط على التالي من هذا المكان فيك تختار مزود خدمة الانترنت الخاص ببلدك طبعا انا رح قل له اضر لاني رح حط الاعدادات بشكل يدوي وبضغط على التالي بالنسبة لإعدادات مزود خدمة الانترنت اللي موجودة عندي بسوريا الفي بي آي بتكون 8 الفي سي آي بتكون 35 اما بالنسبة للانترنت كوننيكشن تايب بتكون البي بي بي أو اي وبالنسبة لليوزر نيم والباسورد بتحط اليوزر نيم والباسورد اللي عطاك يهن مزود خدمات الانترنت وطبعاً الخانة الثانية هي للتأكيد على الباسورد يعني بتعيد الباسورد مرتين وبتضغط على التالي بهذا المكان ميزة الويرلس مفعلة تلقائياً ومحطوطة عليها إشارة صح في حال ما بدك تفعلها بتشيل إشارة الصح من هذا المكان وبتسمي الشبكة الاسم اللي بداك يا أنا رح سميها رقم واحد مثلاً ورح حط كلمة مرور من واحد لا تسعة مثلاً وبضغط على التالي عمي اللي إنه تمت العملية بنجاح كلياً اضغط الآن على نيكست التالي بعد ما انتهى من الاعداد كمان بضغط على نيكست التالي بيرجع بكرر لي عبارة إنه تمت العملية بنجاح ساكسيس اضغط على فنش النهايي هلأ رجع للواجهة الرئيسية للدخول إلى برمجة الراوتر لأكيد رح أدخل آدمين وكلمة المرور هي آدمين وبعمل لوغين مثل ما أنا شايفين هاي الواجهة الرئيسية لبرمجة الراوتر بشكل عام بهاي الواجهة السيستم في عندي بعض المعلومات عن اسم الراوتر السوفتوير الخاص في سرعة الانترنت اللي أنا متصل فيها بشكل عام وكذلك الأمر الإعدادات اللي أنا أدخلتها السطرة اللي بعدل منه اسمه ADSL بهذا المكان رح نلاحظ وجود الـ SNR والإثيوليشن بهذا المكان اللي هي نسب التشويش على الخط وآخر شي عندي الستاتيكس اللي بداخلها تبادل البيانات والمعطيات ضمن هاد الراوتر ضمن الصفحات اللي فوق في عندي كويك سيتاب من هذا المكان فيني أعمل إعدادات جديدة بشكل سريع متل اللي شفناها ببداية الفيديو الصفحة اللي بعدل منه اسمها سيتاب بهذا المكان فيني أوضع إعدادات جديدة إن كانت للـ IPTV أو لحتى امساح الإعدادات القديمة اللي أنا أدخلتها ودخل إعدادات جديدة طبعاً متل ما أنا شايفين البيبي آي البي سي آي وكل ما إلى هنالك بعد ما بتضيف هي الإعدادات فيك تعمل إشارة ADD أما إذا كنت حابب تعدل الإعدادات نفسهم القديمة اللي موجودين عندك بمجرد الضغط على الدائرة اللي موجودة هون منلاحظ إنه الخانات متلقت من تلقاء نفسها وفيك تعدلها بالشكل اللي بدك ياه من اسم المستخدم والباسورد وطبعاً أكيد بعد ما بتنتهي من التعديل لازم تضغط على عبارة ميديفاي منتقل عن التبويب ADSL اللي موجود هون ولازم هدول يكون عليهم جميعهم إشارات صح للتوافق مع جميع بوابات المقاسم ودائماً بعد تعديل أي شيء بأي صفحة لا تنسى ما تضغط على apply changers تطبيق الإعدادات أما بالنسبة لتبويب اللان بداخله الـ IP الخاص بالراوتر اللي هو 192-168-1-1 بإمكانك تغيره الـ 2-3 اللي هو وكذلك الأمر ما ننسى إنه إذا كنا بدنا نحول هذا الراوتر لرب بيتر لنوصله على الراوتر تاني لازم نغير هذا الـ IP لـ 2 أو 3 كونه الـ IP الأساسي للراوتر الرئيسي هو واحد وفيك تضيف بهذا المكان مدخل شبكة خاص بعنوان ماك أدرس خاص للتعامل مع هذا الراوتر أو لبرمجة هذا الراوتر عن بعد أما بالنسبة لتبويب الـ DHCP اللي هو المكان اللي بيوزع IP بشكل عام لجميع الأجهزة المتصلة نلاحظ إنه هو بيبلش توزيع من عند رقم 2 لعند رقم 254 فيك من هذا المكان التوقف أو تعطل أحد مداخل الشبكة وفيك كذلك الأمر تحدد من رينج معين يعني مثلا من عند 100 لعند 150 فقط توزيع الـ IPات لهذا المكان أو فيك تعطل توزيع الـ IPات كليا عن طريق الضغط على عبارة من في حال وضع هذا الراوتر كربيتر ووصله على راوتر ثاني طبعا الراوتر الثاني بده يكون هو الأساسي واللي هو شغاله في ميزة الـ DHCP لحتى يوزع IPات ولكن الراوتر الثاني لازم تكون معطلة في هاي الميزة وأكيد يا شباب في ناس كتير بهمة إنه توضع DNS يدوي بهذا الراوتر عن طريق عبارة منول بهذا المكان وفيك تغير هذا الـ DNS مثلا لـ 8.8.8.8 طبعا هذا الـ DNS الخاص بجوجل أو الـ 1.1.1.1.1 طبعا هذا الشيء بيرجع الـ DNS اللي حابي بتحطه بالتالي هذا الـ DNS رح يتوزع على جميع الأجهزة المتصلة بهذا الراوتر إن كانت سلكية أو كانت لاسلكية أما بالنسبة لتبويب اللان في عندي الـ Basic بهذا المكان فيني أوضع اسم الشبكة وغيرها بالنسبة للـ Channel width أكيد خليه 20 و 40 ميجا هيرتز وبالنسبة للـ Channel number هو القناة اللي بدك يبث عليها الراوتر طبعا هو من تلقاء نفسه أخذ رقم واحد وفيك أنت تثبت على رقم معين لا يفضل إنك تختار أرقام في العشرة وفي حال كنت حابي بتعطل الـ Wireless كليا بهذا المكان توضع إشارة صح و بتعطل الـ Wireless كليا عن هذا الراوتر أما بالنسبة لتبويب السيكيروتي اللي هو فيه المكان الخاص بوضع الباسورد الخاصة بالـ Wireless وبالنسبة للـ Encryption أنا بفضل تكون الـ WBA2 Mixed من هذا المكان الـ MBSSID فيك تفعل شبكات الضيف أنا صراحة ما لقيت إلا أي فائدة لأنه صراحة ما فيك تحدد عليها سرعة الإنترنت بتحدد الشبكة وبتسميها من هذا المكان مثل ما أنا شايفين أو فيك تحدد شبكتين وتفعل هؤلاء الشبكتين وما تنسى ما تضغط على عبارة تطبيق الإعدادات بنتقل عن تبويب الـ Access Control List وبهذا المكان فيني أوضع أجهزة بقائمة الحضر أو أوضع أجهزة بقائمة السماح شو معناته هذا الحكي؟ يعني مثلا إذا أنا اخترت Allow Listed وضفت Mac Address بهذا المكان وعملت له Add هذا الجهاز رح يكون مخول له الدخول لهذا الراوتر تمام؟ وأي جهاز آخر لو معه الباسورد الخاصة بهذا الراوتر ما حيقدر يدخل على شبكة الـ Wireless وطبعا بهاي الحالة أنت فيك تسمح لخمسة أجهزة بالمنزل وفقط هدول الخمسة أجهزة رح يفوتوا على هذا الراوتر فقط وأي شخص آخر لو معه الباسورد ما حيقدر يدخل على هذا الراوتر أو إذا كان في عندك جهاز حابب تحضره كذلك الأمر من هذا المكان فيك تعمل Deny Listed اللي هي الأجهزة المحضورة بتأدخل Mac Address الخاص بهذا الجهاز وبتعمل Add وبالتالي الجهاز هذا اللي هو موبايل أو كومبيوتر نحضر عن هذا الراوتر حتى لو معه الباسورد ودخل ما حيخليه يشبك بشبكة الـ Wireless بالنسبة لتبويب Advanced بهذا المكان فيك تخفي الشبكة الخاصة بالـ Wireless Broadcast SSID بتكون بحالة Enable في حال وضعته بحالة Disable انخفيت الشبكة طبعاً أكيد الاسم بتمت ما هو ولكن بهاي الحالة بتصير شبكة مخفية وأخيراً عندي تبويب WBS اللي هي الثغر علي عن طريقة بيخترقوا لك الراوتر الخاص فيك لازم تخليه بحالة Disable حطه بحالة Disable وضغط على Apply Changes وطبعاً بهاي الحالة حتى لو كان اسم الشبكة ظاهر ما تاكلها ما رح تتحكر معاك الشبكة وهلأ بنتقل لتبويب Advanced أول شي عندي Static Route بهذا المكان فين يضيف الإعدادات الخاصة بالـ IPTV بنتقل لعند صفحة Service وكذلك الأمر عندي تبويب UPNP لازم يكون بحالة Enable خاص بملفات أو تبادل ملفات التورينت وبنهاية صفحة Service في عندي تبويب خاص بالVPN للأسف ما عندي VPN مدفوع لحتى جربه بهذا المكان إذا كان يشتغل على هذا الراوتر ولا لا بنتقل لعند صفحة Firewall ضمن صفحة Firewall في عندي URL Filter ضمن تبويب URL Filter فيني أحضر كلمات معينة يعني إذا وردت هاي الكلمات بأحد المواقع رح ينحضر الموقع كلياً بغض النظر عن اسم الموقع وطبعاً أكيد بالبداية لازم يكون مفعل الميزة بحالة Enable تكون وفيني أوضع الكلمات بهذا المكان وأعمل Add Keyword وكذلك الأمر ضمن صفحة Firewall في عندي تبويب الرقابة الأبوية بهذا المكان فيني يفعل الإنترنت بأيام معينة وبساعات معينة وهذا الشيء فيني طبقه لماك أدرس معين أو IP أدرس معين موجود عندي على الشبكة وأخيراً عندي تبويب المنتنينز اللي هو الصيانة من هذا المكان أصدقائي لفريم وير أبديت فيني يفوت على موقع تيبي لينك وأسحب آخر سوفت وير خاص بهذا الراوتر وأعمله تحديد أما بالنسبة لصفحة Backup & Restore بهذا المكان فيني أعمل حفظ لجميع هدول الإعدادات عندي على جهاز الكمبيوتر كذلك الأمر في حال فرمت الجهاز فيني استعيد جميع هدول الإعدادات بضغطة واحدة دون ضبط جميع هاي التبويبات معاً أما بالنسبة لتبويب الباسورد بهذا المكان فيني أعدل الباسورد الخاصة بالـ admin اللي وضعناها ببداية البرمجة عندي تبويب الريبوت من هذا المكان إما بعمل restart للراوتر يعني إعادة تشغيل فقط عن بعد تمام إذا ما كان الراوتر قريب مني لحتى أطفيه وأشعله بشكل يدوي عن طريق الزر أو فيني أعمل ضبط مصنع كلياً عن بعد لهذا الراوتر عن طريق عبارة restore to default setting وأكيد متل ما اننا شايفين في عندي تبويب خاص بالـ time اللي عن طريقه فيني أضبط وقت الراوتر بشكل عام وأخيراً عندي تبويب Degonistics اللي فيني عن طريقه أعمل اختبارات لأي شيء موجود عندي على الراوتر حتى لإتصال الانترنت وهيك يا شباب تعرفنا بشكل سريع على طريق الضبط إعدادات هذا الراوتر وعلى أهم التبويبات اللي ممكن تفيدك بهذا الراوتر شكراً لمتابعتكم أصدقائي وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية شكراً للمشاهدة